السلام عليكم الملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسين تطالب بالحقيقة والعدالة إن لم تكن مشتركا في القناة في الشارك وإذا كنت من المشاركين لا تسل إعجاب بهذا الفيديو عبرت أرملة عاهل الأردن الراحل الملك الحسين الملكة نور والدة الأمير حمزة بن الحسين عن أملية في أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الأتيم وكتبت الملكة نور عبر تغريضة نشرتها على حسابها في تويتر أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الأتيم وكانت الكثير من وسائل الإعلام تتحدث أن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن الحسين الأخ الغير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني وعشرين آخرين بتهمة تهديد استقرار البلاء كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنطي أن الأمير ليس موقوفا لكن طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن كما أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم اتصال بأحد قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة في الأخير إذا كنتم من المهتمبات النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد وشكرا